اجازة الشتة خلصت خلاص ودلوقتي جا وقت اللي نفكر فيه في عيد الحب والنهاردة هنقول لكم كلكم ازاي تقدر تسعد توقم روحك في اكتر ايام السنة رومانسية يلا بينا بالنسبة للفكرة الاولى هنحتاج لبالونة وترتر بيل مع صغير هنضيف الترتر في البالونة دلوقتي هنجيب بالونات اصغر ومنفاخ هنضيف البالونات الصغيرة جوه البالونة الكبيرة وهننفخهم ونربطهم دلوقتي هننفخ البالونة الكبيرة ودلوقتي هنلزأ البالونة الكبيرة اللي فيها البالونات والجليتر فوق الباب وهنلزأ الدبوس قدام الباب كل اللي عليك تعمله دلوقتي انك تستنى حبيبك يعدي من الباب بانك ودلوقتي هو متغرق بالجليترز من راسه الرجليه هي دي المفاجأة هندور على طبق التلج سميكة وهناخد معنا كاميرا ويلا هندوس عليه بحذر ونعمل شكل قلب وهنعمل قلب تاني صغير جنبه هنقف جوه القلب الكبير وناخد شوية صور ونختار أجمل الصور ونبعتها للي بنحبهم عيد حب زي ده هيفضل لفترة طويلة أسطوري وكمان يقدر يدوب أبرد قلب ودلوقتي هنجيب مسدس الشمع وكمان ورقة فايل هنرسم قلب على الفايل بمسدس الشمع وبحذر هنرسم التفاصيل ونملى الحدود ولما الشمع ينشف هنشيل الفايل بحذر هناخد الألوان ونزين القلب من ناحيتين هنقص الشكل من النص بسكينة وهنعمل شكل زجزاج هنعمل ثقب في كل جزء بخرامة جلد وهنعلق فيها سلسلة مفاتيح والنتيجة هي سلسلة مفاتيح رمزية جدا قلب مقسوم نصين لاتنين بيحبوا بعض وللفكرة التانية هنحتاج ورقة صغيرة وقلم هنرسم خطوط على الورقة ونسيب مسافات من الجناب هنجيب سكينة وهنقطع الخطوط اللي رسمناها ودلوقتي هنجيب أوراق ملونة وهنقطعها على شكل شرايط متطبقة هنضيف الشرايط للورق الأساسية وهنضيف الشرايط الملونة علشان نعمل قلب حلوة جدا جهز الهدية وحطها في ظرف وديها لحبيب قلبك وعشان الفكرة التانية هنحتاج علبة صغيرة هنغطيها بورق ملون من بره ومن جوه هنجيب ورقة بنفس عرض العلبة وهنجيب نسخ صغيرة من صورنا المفضلة بنفس حجم الورقة هنضيف الصور على الورقة وانطبقها بطريقة دي وهنلزق الجزء التحتاني من الورقة المصممة في الجزء التحتاني للعلبة هنعمل حرف من حتة ورقة بتلمع صغيرة وهنلزقها على الورقة المصممة من فوق هنسحب طرف الورقة ونغرق في ذكرياتنا الممتعة دي مفاجأة سعيدة وممتعة للفكرة دي انت محتاج سكر هنضيفه في طبق غوية واسع هنضيف بعض معالق من المياه ونقطة من لون الطعام الأحمر وهنقلبه علشان اللون يتوزع في كل السكر هنجيب قالب تلج على شكل قلوب هنضيف السكر الملون في القالب وهنضغط عليه بالراحة بعد ساعة ونص بالراحة هنطلع القلوب الطريقة مفيدة ورومانسية عشان الحاجات الصغيرة بتفرق كتير ودلوقتي جا وقت شرب الشاي ودلوقتي هنجيب ورقة صفية الشاي هنخيط قلبه على الأطراف بخيط ملون وقبل ما نقفل القلب بالخيط هنسيب حتة مفتوحة ونضيف فيها الشاي هنخيط القلب للآخر ونسيب جزء من الخيط برا هنقص حدود كيس الشاي من برا وهنلزق ورقة على شكل قلب في نهاية الخيط أكياس الشاي رومانسية جاهزة ودلوقتي عندك طريقة عشان تفكر حبيبك بمشاعرك حتى في وقت الشاي ودلوقتي هنجيب مارشمالوز وخلة أسنان عليها قلوب هنضيف خلة الأسنان للمارشمالوز ودلوقتي هنجيب قطع شوكولاتة وندوبها إحنا كمان محتاجين سبرينكلز ملونة هنغرق المارشمالو الأول في الشوكولاتة وبعد كده في السبرينكلز وهنحط الحلوة على الطبق وهنعزم كل اللي بنحبهم عشان يجربوا الحلوة معنا وعشان الفكرة اللي بعد كده هنجيب موزة هنعمل نقش رومانسي على قشرة الموزة بإبرار فيعة هنزينها بقلوب ورسومات جميلة وفي دقايق وليلة النقش هيغمق وهيباني المكتوب هنحط الموزة اللي عليها الرسالة في علبة الغداء طريقة رائعة عشان تفاجئ وتسعد اللي بتحبهم ودلوقتي إحنا محتاجين حجر ناعم وسلك قابل للطيل الزينة هنلون الحجر بلون البينك الفاتح هنجيب كماشة ونعمل حامل للصور على شكل قلب من السلك هنلزق جزء حامل الصور اللي تحت على حجر بمسدس الشمع وهنغطي القاعدة بكور من الخيط هنعمل مجموعة من حوامل الصور ونوزعهم في أماكن واضحة استمتع بحامل صورك الجديد الغير عادي وهنرجع تاني للفكرة الأصلية لوني شفايفك بأحمر شفايف لونه أحمر وخدي ورقة وهنضيف على الورقة بعض القبولات وهنقص شكل القبولات هنجيب برتمان شفاف هنملاب الحلويات هنضيف القبولات الجهزة على جانب البرتمان وهنمضي على البرتمان أنت ممكن تدي للي بتحبيه برتمان كامل من القبولات اللذيذة وبعد كده هنجيب قطعة ورق مزدوجة وهنزينها بفرشة وألوان مية ألزق صورتك المفضلة من فوق خد برواز من الكرتون وقطعه بنفس الحجم من البلاستيك هنلزقهم بحرص مع بعض اكتب كلمات حب على البرواز هنلزق الجناب الخارجية للبرواز بشريط لاصق مزدوجة خيب من الضهر هناخد سباركلز وأحجار بتلمع وترتر وهنضيفهم على الصورة وهنلزق البرواز من فوق على الورقة والنتيجة هي برواز صور بحاجات بتلمع جواه جميل جدا وعشان الفكرة التانية هنحتاج طبق من الكرتون هنقص الطبق من تحته هنسيب الجناب بس هنجيب قطعة من الكرتون الملون وهنقطع منه قلوب بأحجام مختلفة وبمساعدة مسدس الشمع هنلزق القلوب على جناب الطبق الكرتون استنى لما اللازق ينشف هنجيب شريط ونعمله علاقة هنعلق الزينة على باب الشقة ودلوقتي كل الناس هتعرف ان الحب عايش هنا وبعد كده هنحتاج 20 ورقة كوتشينا هنعمل ثقوب في كل كرت هنجمع الكروت بحلقتين من المعدن هنجيب أرقام مطبوعة من 1 لـ 20 وجمل بتوضح أسباب حبك لتوقم روحك هنقصهم ونلزقهم على كل كرت وهنبدأ بالغلاف جمع الكتاب مع بعض وإديه لحبيبك وهو هلاقيه حاجة حلوة جدا ودلوقتي هنجيب ورقة صغيرة بتصرح بالحب وهنجيب إزازة صغيرة هنلف الورقة على شكل أمبوبة وهنقمنها بسلك رفيع وهنقفلها بقلب من الأحجار اللي بتلمع وهنديف الرسالة للإزازة وهنقفلها بفلة علشان طرف السلك يفضل برة وهنقص الزيادة ونبعثها على العنوان عجبتكو أفكارنا اللي في الفيديو؟ هتختار أي واحدة فيهم عشان يوصلك أفكار تانية كتيرة ممتعة ومفيدة اشترك في قناتنا وما تنساش تضغط اللايك وتدوس على الجرس وتشارك أصحابك فيديوهاتك المفضلة ترجمة نانسي قنقر